هذا كان عنا دكتور بنرحب بيك ويمكن أنا في المقدمة حضرتك سمعت أن أنا موضوع الخلال الجزعية دي بشاغل دماغي جدا لأنه مجال جديد في الطب مهم جدا أنه نعرفه كويس جدا ونفهمه كويس جدا ونعرف هو بيعالج إيه ولسه بيجربه في إيه وما بيعالجش إيه خالص أساسا بس قبل ما نتكلم في المواضيع التلاتة دي لازم نعرف إيه الخلال الجزعية دي أساسا ومكانها فيه وبتاخدوها إزاي يعني أسئلة كتير قوي فقط حضرتك يا ريت نبتدي من الأول الخلال الجزعية بيسموها خلال منشأ أو الخلال الأم لأن دي بتبقى مسؤول عن تكوين الجنيب حقيقة لما تتخيالي أنه الجنين لما بيبتدي بالبوايدة مع الحيوان المنوي بحاج مؤدئي ويصل إلى بني أدم بالغ بيبي مكتمل لنموه ووقت الولادة صحيح الخلال الجزعية بيسموها عن تكوين كل أجهزة الجنين الجلد والعضلات والكبد والرقة والكلة والكلام ده كله وبالتالي عندها مقدرة أن هي تتحول إلى أي نوع من أنواع الأنسجة لو تحطت في الظروف الصح علشان تعمل هذا العمل يعني هما فيهم ده أول إعجاز في الخلال الجزعية هذه المقدرة على أن هي تدين أي نوع من أنواع الأنسجة في الجسم في كل أنحاء الجسم في كل أنحاء الجسم ويسموها خلايا الأم أو الخلايا المنشأة تمام فيها إعجاز تاني كمان الحقيقة لأنه أي خلايا طبيعية في قسمنا لما تنقسم بتنقسم إلى خليتين زي بعض والأتنين في الآخر بيموتوا وهكذا الخلايا الجزعية عندها الحقيقة ميزة فريدة جداً أنهم اللي ما بيجوا ينقسم ووحدة بتنقسم في السكة اللي حيتطلب منها أنها يتمشي فيها أنها تعمل كرات دم أنها تعمل عضلات أنها تعمل أي حاجة الخلايا التانية بترجع خلايا جزعية تانية وبالتالي دي الخلايا جزعية عندها الإعجاز بتاعة تجديد نفسها أنهم لا ينتهوا لأنهم بيسموها سلف رينيول أنها بتجدد نفسها لأنه واحدة دايماً بترجع خلايا جزعية زي المنقسمت وهكذا فدول صفاتين خاصين جداً بالخلايا الجزعية ودول الحقيقة فيهم إعجاز رهيب يعني مش طبيعي لأنه عشان كده عددهم بيبقى ثابت دايماً ما بينقصوش لأنهم دايماً بيجددوا روحهم أول ما ينقسموا واحدة بتمشي في السكة اللي بيطلب منها أنها تعمش فيها والتانية ترجع تاني خلايا جزعية مش عايزة أسأل سؤال قبل قبل أوانه عشان هسأل حرارك أمار لما لا بلاش أسأله قبل أوانه هيجي وقتها يعني حرارك مهما سحبت منه هو بيجدد نفسه بنفسه تاني حلوة هي دي الخلايا الجزعية وإن هي رليتد يعني الخلايا الجزعية لها دعوة بالعين لا تطبيقات بقى وطريقة شغلها بتختلف لأن فيه كذا نعمل خلايا الجزعية فيه خلايا جزعية مسؤولة عن تكوين النخاع العزمي فيه خلايا جزعية مسؤولة عن تكوين العضام والعضلات فيه خلايا جزعية مسؤولة عن تكوين الأعصاب فحسب مش كل الخلايا جزعية نوع واحد مهم قوي اسمعوا الكلام ده اسمعوا الكلام ده مهم أيها ومش كلهم ينفعوا في كل حاجة حلوة قوي هاي طيب دكتور الخلايا الجزعية المعلومات اللي نعرفها يمكن جمهور كتير جدا يعرفها الخلايا الجزعية بتتاخد من الحبل السري أول ما الطفل بيتوالد ده أحد مصادر أحد مصادر هناك مصادر أخر آه النخاع العظمي بتاعنا وإحنا كبار فيه الخلايا الجزعية بتاعته بس كان الأول مقتصر على الطفل بس كانوا بيقولوا أنه لازم يكون طفل لسه مولود وبيتخذ الخلايا جزعية لا هو ده أمن مصدر للحصول عليها من المصادر الآمنة جدا للحصول عليها لأنه تتاخد من حبل السري بعد الولادة فما فيش خطر على البيبي ولا على الأم بيتخذ من النخاع العظمي بيحتاج تخدير وبيحتاج لكن ممكن وفيه خلايا جزعية في النسيج الدهني تحت الجلد نوع ثالث وهكذا لكن في كذا مصدر للخلايا جزعية وده مصدر منهم ده أمن واحد فيه أمن واحد أسهل واحد لأنه بيتخذ بعد الولادة لا الأم فيه ضرر عليها ولا الطفل والمشي ما كانت بتتريني ليه هو ممكن يبقى فيه ضرر؟ لإيه؟ لأن أنا أخو يتخذ مني خلايا جزعية؟ لا بس بيبقى الإجراء أصعب شوية لأنك حاجة بتحتاج التخدير علشان ناس حب النخاع العظمي علشان نفصل منه لخلايا جزعية أوكي أوكي طيب الخلايا جزعية اللي بتتاخد من الطفل أول ما بيتولد من الحبل السوري هذه الخلايا جزعية تبقى خاصة بالطفل ولا ممكن تستفيد منها الأم والأب أو هل هناك درجات قرابة ممكن تستفيد من في الحالة دي بس مش في أي حالة تانية في حالة أن الواحد ياخد من الحبل السوري؟ هي بتتطبقة بنسبة 100% مع الطفل نفسه حلو أول لكن بتتطبق بنسبة 50% مع الأب أو 50% مع الأم ليه؟ لأنه الجنين وهو بيتكون بياخد نص جيناته من الأب ونص جيناته من الأم تمام فهو مبدئيا تركيبة الجنين بداية مختلفة عن الأب والأم لأنها مجموعة لتنين فهي مش هتتناسب 100% مع الأب ولا هتتناسب 100% مع الأم هتبقى 50% و50% لكن مع الطفل هتبقى متناسبة بنسبة 100% ما في المية للطفل بتأخذ الخالج جزائي دي وبتتخزن له تمام نقدر نعرف إزاي ده بيحصل بتتخزن إزاي طريقة التخزين هنتكلم على الطفل وبعد نتكلم على الأدلتس بقى الكبار اللي هم ممكن يتعاملوا بتتعامل لهم العملية إزاي وبتاخد وقت قد إيه أوكي هو دلوقتي نحن بنسحب الدم اللي في الحبل السوري وده بيكون كميته من حوالي من 80 إلى 120 سنتي زي ما نسحب دم من أي بني آدم أوكي وبعدين هذا الكيس هو اللي بيتفصل منه الخلايا الجزائية تمام وبينتهي بنا المطاف ب25 سنتي من الخلايا الجزائية من 80 إلى 120 بيبقى في 25 سنتي ملي بس هم دول حجم الخلايا الجزائية اللي بتتخزن ده كفصل الخلايا الجزائية طب مش 120 سنتي ده كتير لا مهد الدم في الحبل السوري والمشيمة عادي يعني عشان كده أنا بقى بقول بس عشان لا 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 خالص لأنه بقول حاجة ده بيبقى في المشيمة والمشيمة والحبل السوري كانوا أصلاً بيترم حلوة فبينتهي بنا المطاف إلى 25 سنتي من الخلايا الجزائية دول اللي بيتم التخزن بالنسبة للتخزين هو بيتخزن في نيتروجين سائل وده درجة حرارته ناقص 200 درج علشان ما فيش حاجة تحصل في الخلايا خالص وبتقف تماماً طول ما هذه الخلايا محفوظة في هذه الظروف فهي ممكن تعيش إلى ملا نهاية طالما أن ظروف التخزين لم تتأثر تمام يعني بيعتبروا أن وصول الحرارة إلى ناقص 150 ده سخل ناقص 150 درجة اللي هو لا يلائم تخزين الخلايا جزائية طالما أن هي متخزنة في ظروف مظبوطة ومتحافظة على هذه الظروف فالخلايا بتفضل متخزنة زي ما احنا عاوزين هنتكلم على طريقة التخزين وبنك التخزين وإلى خير وبس نتكلم كمان عن أن احنا ناقل أدلس بقاء اللي هما خلاص كبروا وخلاص احنا مش هنخلق أنا واحدة عايزة أعمل خلايا الجزائية دي أنا خلاص خلفت وما أعتقدش هنخلف تاني طبعاً فأنا أقدر أعمل العملية دي وهتاخد وقت قد إيه مني وهل بتأثر على صحتي في أي حاجة أياً كان في أي سايد إفاكت إن أنا أخذ جزء من أو كمل دم ده من جسمي عشان تفصله بالخالة الجزائية وإلى آخره بتتعمل إزاي؟ أوكي بالنسبة للبالغين إحنا زي ما قلت الحال إحنا بنسحب النخاء العزمي سوري ده بيحتاج تخدير كل حال مدته بتتراوح ما بين 10 و 15 دي مش تخدير طويل طب حلوة وبعدين زي ما بنعمل الخلايا بتاعت الدم بتاعت الحابل السوري هذا النخاء العزمي اللي بيتجمع برضو بيتم منه فصل الخلايا الجزائية بتاعته وتخزينها وبنوصل برضو إلى 25 ملي في الآخر زي الخلايا الجزائية بتاعت الحابل السوري ويتم تخزينها بنفس الطريقة حلوة عشكت كنت بقول حقيقة هو الإجراء بيبقى متعب ليه لأنه فيه تخدير التخدير ده حاجة مهمة يعني مش حاجة سهلة يعني لكن دلوقتي طبعاً التخدير بقى آمن جداً لو قررناه من 20-30 سنة بالزبط كده موضوع بقى مختلف لكن لازم تخدير كل بعد العملية ما فيش أي أثار جنبية على المتبره بتسحبه من أي منطقة في الجسم عظمة الحود عظمة الحود ما فيش بقى بعد كده الواحد يعرج توجعه لحد دي بتقى أي حاجة يعني عشان كده لازم تخدير لأنها مؤلمة وقت الصحب شوية أنا ما وانس إن احنا خلصنا خلاص بتحسش بقى أي حاجة بتقوم تمشي تروح البيت عادي خالص ما فيش أي مشكلة وبتاخدوا بقى البتعدة وبتعملوا بقى نفس الخطوات نفس الخطوات وبتخزن بمتين تحت الصفر وإلى آخر حلوة أنا دلوقتي مش هتكلم على طفل لسه واخدين الخلاج جزاية بتاعته ليه لأنه هو لسه قدامه لعمر طويل فطبعا هيكتشفه علاج لأمراض كتيرة جدا عن طريق الخلاج جزاية بل ما هو يبقى عنده 30-40 سنة فيبختي الطفل ده ده صحيح لكن هتكلم علي أنا أنا دلوقتي في سني ده جاية لحضرتك قلت لك دكتور النبي أنا عايزة أعمل الخلاج وخزن الخلاج جزاية بتاعتي هتطلب مني طبعا تحليل صح؟ تمام عشان تشوف بها إيه؟ بنتطمن على حضرتك أولا وفيه أنواع معينة زي الفيروس وجود فيروسات معينة بيمنع التخزين مع داشة خزن عينا فيها فيروسات فيروسات زي 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 باتاعة السي وزي حاجات الإبشتان بارفيروس وسايتوميجالوفيروس لأنه بس مش مجرد أن أنا بخاف أن يبقى العينا متخزنة وفيها فيروسات حريك لو حبيت تستعمليها بعد كده مش هتعرفي لأنه إحنا لو بنتكلم على زرع النخاعل هو أشي على تطبيق للخلايا الجزعية وأشارهم على الإطلاق هيبقى صعب جدا أني حاجة تعملي زراعة بخلايا فيها هباتايتس أو سايتوميجالوفيروس أو إي بي في أني حاجة بحركة المتبرعة والمستقبل لنفسك فأنا بعمل حضرتك كعيان بعمل زرع نخاعة فزراعة النخاعة في وجود فيروس هيبقى صعب جدا فلازم نتطعمل أني حضرتك ما عندكيش حاجة مندي عشان لو حبيت تستفيدي من الخلايا الجزعية بتاعتك تقدر ضغط سكر لا ده موضوع تاني ملوش أي حاجة يعني إجراءات كلها بتبقى الفيروسات لإجراءات زرع المقاعة بس علشان ينجح بعد ما يتزرع طيب ده حاجة هتطلب مني التحالي أنا دلوقتي في وقت ده بيعالج إيه اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي يوم الحد كذا نوفمبر ألف وتسعمائة ألف وتسعمائة لسه عيشة في ألف وتسعمائة ألفين واربعتاشر ألفين واربعتاشر بيعالج إيه لغاية وقتنا هذا الحالي أوكي خلينا رد على السؤال من زوية مختلفة شوية إحنا علشان الناس أنا شايفي ناس محملة الخلايا الجزعية أكتر من طاقتها كتير تمام لكن هوا الموضوع بمنطقة البساطة أهم رسالة في مجال الخلايا الجزعية بمنطقة البساطة إن دي أمل جديد وطريقة علاج جديدة لدلوقتي وللمستقبل فالرسالة المهمة جدا أن الغرض النهائي في الخلايا الجزعية إن إحنا نوصل في يوم من الأيام ما يبقاش عندنا زرع أعضاء ما نحتاجش إن إحنا نعمل زرع أعضاء ده زي الكبد الكبد البنكرياس والقلب مليون حاجة فدي الغرض النهائي للخلايا الجزعية إنها عندها هذه المقدرة لتجديد أي عضو بيتلف خلايا العاملة بتاعته فده ده الفكرة بتاعت الخلايا الجزعية طبيقات لازم بتمر بكذا مرحلة إن إحنا عندنا مرحلة التجارب المعملية وبعدين الإكلينيكية وبعدين إننا يتعامل بروتوكول معتمد دوليا وواضح المعالم أي حد يقدر يستعمله في العالم فده عشان بس نبقى الناس كلام واضح بالنسبة له إنه فيه مستقبل أه طبعا فيه مستقبل ضخم جدا فيه حاجات دلوقتي معتمدة دوليا وبيستعمل فيها دوليا بمعايير دولية وبنتائج مسجلة وفيه حاجات كتيرة جدا في طور الأبحاث ونتائج الأبحاث مشجعة جدا 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 لو حريك متابعة يعني كان من أسبوعين ثلاثة كتبين نجامعة هارفرد نجح أنهم ينتجوا خلايا من الخلايا جزاء خلايا بنكرياس بتنتج إنسولين لكن ده لسه في طور بحثي يعني ده ممكن يعالج لك السكر فيما بعد في يوم ما ومش بعيد في رأيه لكن أصلي أقول أنه الأبحاث بتعمل على قدم وصاق فيه حاجات كتيرة جدا بس لازم أفرق قوي بين الحاجات الفطور البحث العلمي أو البحث الكلينيكي والحاجات اللي اعتمدت كاستعملات كلينيكية وفيه حاجة مهمة كمان يا دكتور نلفت نظر برضو الجمهور لها إن هي ميزة إن تتفكرش يا بتعالج إيه دلوقتي لأنه ممكن كمان عشر سنين أو أنت دلوقتي بصحتك يعني ما أصبقش مرض معين فتلحق تعمل خلاك جزعية علشان تبقى أنت سليم متحليلك لما الدكتور يقولك ممكن يقولك لأ ما يفعش ناخد منك خلاك جزعية علشان أنت مصب كذا فأنت مش ضمن بكرة فيه إيه صح اللي أنا بقوله لأن ممكن كمان خمس ست سنين سبعة سنين تحتاج الخلاك جزعية لأنه مكتشفوا علاج عن طريق الخلاك جزعية بالتبقى حتى خلاك كويس أما تكتش تصابت يعني بقى شيء فهو مستقبل فعلا زي ما حيك بتقولي إنما الفكرة كلها أن أنا لما أحتاجه في تطبيق معين ألاقيها أكون مخزنة فأقدر أستعملها النهاردة غير بعد سنتين غير بعد خمسة غير بعد عشر ممكن نعرف بيعالج إيه بمنتهى الوضوح والصراحة أكيد وبيعالج مية في المية بصي حارك الأشياء تطبيق للخلاك جزعية هي زراعة النخيع العظمية اللي هو حاجة عشان كانسر الدم وكذا؟ ده حاجات كتيرة جداً من ضمنهم سرطانات الدم سرطانات الغودة اللينفوية أنيميا البحر المتوسط دي موجودة عندنا بنسبة مشواليالة في مصر والعينين بتوحب بقلابة جداً بيحتاجون أقل الدم باستمرار فتبقى حياة مش سهلة أبداً فكل ما يعالج بزرع النخيع يعالج بخلاك جزعية أي حاجة بزرع النخيع؟ يعالج بالخلاك جزعية ده دلوقتي؟ ده دلوقتي ودي بقالها سنين يعني لو حد تقدر تعالج دلوقتي ويتعالج تماماً أنيميا البحر المتوسط بالزبط بيتعالج تماماً خلاص ما بيحتاجش النقل دم لا خلاص لأنه بيتحاول إلى بنيئة دم طبيعية انتي بتشريله سبب المرض بتاعلي هو تكسير الكرات الحمرى بتتديله النخيع بينتك خلايا حمرى سليمة طيب افرد بقى دكتور إنه الراجل اللي عنده أناميا البحر المتوسط هي مش أناميا البحر المتوسط دي الواحد بيتولد بيها؟ أيوه طب هتعالجني إزاي وانا مش واخد مني؟ لا مش الخلايا جزعية بتاعته أنا في حالات قرادية تعالجت بخلايا جزعية من أخ اتولد كان سليم لأخ عنده المرض فأخوه اللي عمله زرع النخيع بتاعه من الخلايا جزعية بتاعته وده كان مثل وتعاملت في مصر السنة اللي فاتت ولا قبلها؟ ونجحت ونجحت أنا بقى بحب الحالات دي أنا يقولولي اتعامل وشفي أقول أيوة أمين كده تمام لكن تقولي والله يا أصل بيعمل مش عارفة يقولك لأ أشوف بعيني لأن دي صحة ولأنه مش أي حد يقولك أي حاجة كده تروح تصدقه تجري وراه لأ لازم أشوف بعيني فين حصل إيه التعالج آه طب بيبقى نعمل كذا مش كده يا دكتور ولا؟ ده صحيح طيب يعني أنامي البحر المتوسط هنا تعملت إيه اللي تعملت تاني جير أنامي البحر المتوسط زي ما حاجت بتقول وفعلا تم علاجه في حاجات بتعتمد علاجها يعني يعطمد علاجها ما اتطبقاناش في مصر كتير زي تجديد عضلات القلب بعد الجلطات مثلا آه بالتجديد الخلاجة زي بتجدد عضلات القلب عضلات جديدة مكان العضلات اللي تصابت وبيعالج بي تلايف الكبد في حالات التلايف الكحولي مش الفيروس اللي هو فيروس سي يعني سي أو بي بيبقى نتاجهم أقل شوية تمام وحنقولي كمان دقيقتين آه آه لكن دي من الأمثلة بالتجديد غضروف الرجبة تجديد غضروف آه عدمة الحوض في حالات الالتهاب المفاصل أوكي في حالات معينة برضو مش كل حاجة آه لان في انواع التهابات ما ينفعش تعالج بالخلاج كزعيم وفي انواع التهابات في المفاصل تجديد الغضروف الرجبة ينفع نتعالج بالخلاج كزعيم لكن ده اتعمل ونتاجه كويسة جيدة يعني دي حاجة معينة بس في علاج الركب مش كل الحلات التهاب المفاصل التهاب المفاصل ما حد تشقول لك عصا عندك روماتيزم هعالجك بالخلاج جزائية فتروح تجلي وراها لا هو علاج لأمراض معينة مش كل الأمراض اللي بتؤثر على المفاصل مش كلها بتتعالج الخلاج بيحصل العلاج بعد قدية دكتور يعني أنا مش 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 الفيديو على الهوى آه أوكي طيب ممكن يا دكتور نتحاك تفصر لنا بقى اللي بيحصل دلوقتي قدامنا على الشاشة هنا ده الأول فصل يعني جامعة دم من الحبل السوري للتحضير ولفصل الخلاج الجزائية أوكي وهنا بنتكلم شوية على الحاجات اللي ممكن علاجها زي ما كنا بنقول ضريف المفاصل مفاصل تمام هيا دي بقى الخلاج الجزائية أه يعني ده غرافيك شوية آه ما أنا فهمة آه بس يعني بن أيوه أي ده بقى دكتور خلايا عصبية خلايا عصبية ده إيه اللي بيحصل بعد قدية دي العضلات أستمسل أدى أندلس سعيس أوكي آه أنا أنا ما كلمناش عنها على الخلاج الجزائية اللي من الأجنة من الأجنة هنتكلم عليها دلوقتي ده هنا أخذ تحضير العيانة من الحبل السوري أيوه صحبها وبعدين هنشوف فصلها وبعدين تخزيها الحمد لله أنا ما طلعتش دكتورة ده بيكون بعد ما البابي توالد بايدو وي فالأم ما عندهاش أي مشكلة ولا الطفل أنا اللي عندي مشكلة بقتي يا دكتور بس أنا سعيدة بصوا يا جماعة إزاي بتتبصوا بصوا بصوا تفرجوا تفرجوا أي طبعا يا الأم ولا حسة ولا أي حاجة ده المشيمن فصلت خلاص فصلت خلاص وبيشيل بقى منها هد هو ده اللي حاجة بتقول 120 سنتي تمام تمام ويبتدي هو يفصل بتصفصف على 12 سنتي دي التحاليل اللي بتتعمل للأم تمام قبل الولادة لشان نتطمن أنه نقدر نخزن الخلاق وبعدين ننقل العينة دي نقطة مهمة جدا أنه نحن لازم ننقلها في درجة حرارة من 15 ل 25 أوكي ويتم فصل العينات في خلال 48 ساعة حد أقصى وحنتكلم ليه ده 39 اللي هو بتحفظ لغاية ما تفصل بالزبط تمام هنا تحضير العينات للتخزين أوكي دكتور معلش خطر ببالي سؤال لما حاجة بتقول بتعمل تحليل للأم هو لو الأم عندها فيروس إيه ده بقى دكتور ده تحضير العينة لفصلها آه أهو شايفين بيعملوا إيه بقى أيوة إيه ده بقى دكتور ده الجهاز اللي بيستعمل في فصل العينات ده فولي أوتوميتد ما فيش حد بيتدخل خالص في فصلها أيوة إيه ده بقى دكتور كل ده البروست بتاع فصل العينات آه فصل الخلايا الجزائية حواري حضرتك دولتك هتشوفي المنظر النهائي اللي هم الخمسة وعشرين ميلي اللي احنا بنتكلم من الدول اللي بيتخزن أوكي ده الجهازين لفصل الخلايا جزائي طريقتين لفصلهم دول الطريقتين اللي محتمدين في العالم من الاف دي اي في امريكا أوكي لفصل الخلايا الجزائية تمام الهجازة دي كلها موجودة طبعا دي موجودة هنا فقط بيسموها كلوست سيستمز دي سيستم فول تماما زي ما حراك شايفها تمام وفولي أوتوميتد محدش بيتدخل خالص خلال فصل هذه الخلايا صحيح دي الخلايا جزائية الزغيرين هم دول الموف دول ولا البينك ودلوقتي احنا بنتكلم على التخزين بتاع الخلايا الجزائية لانه ناس إلي بتتسأل ده انتوا تستعملوا تلاجة ولو كهرباء قطعت بتعملوا ايه دلوقتي هيوان فعشان كده احنا بنقول احنا مش بنحتاج كهرباء احنا بنخزن في نيتروجين سائل فعشان يدينا ناقص متين فدي ما فيش تلاجة عداية بكهرباء هتجيب هذا الرقم وبالتالي يعني وقاطع كهرباء ده مش لا علاقة له بالتخزين تماما وبعدين فيه تنك بيكافي استهلاكنا من الناتروجين ده بيبخر يوميا شوية فبتحتاج حاجة تبدليه على طول على طول فالتنك اللي عندنا بيكفينا لو الشركة بطلت تجيب نيتروجين سائل لمدة 6 شهر طب ولو بطلت خالص لا بطلت خالص مش هينفع طبعا لا فيه كذا شركة اه يا كذا شركة اه نتخنينا مع دول منتصلح مع دول لا احنا كان عندنا احنا يعني حاياك لو تفتكري وقت تصور البلد ما كانتش منتظمة جدا تمام وكنا في يناير لما ابتدينا الشركة ما قدرتش فعلا تجيب لنا لغاية مارس مثلا فعطو بس صدفة ان احنا كان قريدي جايلنا في ديسمبر فكنا عندنا لغاية يونيا ما فيش مشكلة في التخزين في الناتروجين السائل وين هو يبقى موجود مهم قوي السؤال اللي انا عايزة اسأله دلوقتي لو الام حاجة بتقول لي ساعة بالذات الخاص بساعة الولادة الام لو عندها قلتلي لازم عملها تحليل لو عندها فيروس او حاجة كده تخلي الطفل ماقدرش ياخد الخلاق الجزائي بتاعته ده اختيارها ان هي تخزن او ما تخزنش لانا بس بتبقى عارفة وبيبقى معروف ان ده في انو مش حيصدر يستعمل في كل حاجة للخلايا دي للخلايا دي بالزبط ففي ناس بتطلب ان هي تخزن لانه جايز قدامي لقوا حل للمشكلة دي فما بقاش ده يعطوه لكن هما بيبقوا عارفين ولازم يعرفوا انه الاجسام المضادة دي موجودة او لا ده ضروري يعني ممكن مثلا في المستقبل يحصل فصل مثلا الله اعلم هو ابو ابو ما تعرفش وارد جدا يعني اصد اقول انه يعني في ناس تقولها احنا هي بيباليها اجراءات مختلفة شوية في الحفظ عن الخلايا اللي مش اللي ما فيهاش الفيروسات لكن بتقولك لا احتفظ بيها برضو انا احتفظ بيها جايز قدامي اقدروا وفي حاجات بنقولها لا مش هنقدر نخزن طيب هسأل اسئلة يمكن حقيقة تشوفها مش عارفة تشوفها مش عايزة اقول عبيطة يعني بس 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 حقيقي اكيد في ناس كتير قوي بتسألها دلوقتي انا لما حقيقة هيبقى فاضل هيصفصفها على 12 سنتي 25 25 سنتي طيب 25 سنتي دول بتسحب كل شوية قدي افرد مثلا انه حد لقدر الله تعب ومحتاج لخلق جزعياء دول بيتخزنوا 25 سنتي بيتخزنوا 20 و 5 اوكي اه فممكن نطلع الخمسة حلو طيب هم بيقلوا كل شوية ما كل واحد لا ما هو ده ما هو ما دول ما هو ما ده ده كل ما حضرتك تملكي من الخلايا الجزعية فيه طرق في المعامل للتزويد عدد الخلايا الجزعية اه يعني صحة كده اه لكن لازم تفتدي بيهم علشان تزاوديهم لازم يقوم موجودين اصلا انما هو هي الفرصة بتبقى في الـ 25 ميلي دول طب كل مرض بيحتاج قد ايه؟ سؤال برضو بسيط ولا؟ لا مش بسيط خالص طيب ده مش بسيط خالص حسب نوع العلاج اللي حيك هتستعمل ايه فيها لكن هذا العدد يكفي لطفل ان هو يعمله زرع نخاعة بالكامل لطفل يعمل زرع نخاعة بالكامل طب لو لحد قدلت؟ هيحتاج ان يدخل في بروسس تاني ان هو يزود عدد الخلايا الجزعية قبل ما يستعمله ودي بتاخد وقت كتير؟ بتاخد وقت بتاخد حوالي يعني اسابيع ده في حالة النخاعة؟ في حالة النخاعة لا ما نعايز اربع عشان نشوف البالغ في البني قدم البالغ البالغ طيب وللمفاصل لا المفاصل حضرتك دلوقتي احنا مش محتاجين ان احنا نخزنها لهذه الفترة لان احنا من ضمن التطبيقات دلوقتي اللي بتستعمل ان فيه جهاز حضرتك جراح بتاع العظام بناخد النخاعة بتاع حضرتك وقت العملية وحضرتك متخدرة بيتفصل الخلايا الجزعية في العملية وبسلمها للدكتور عشان يشتغل به العملية بسلمها له اثناء العملية اه اوكي طيب احنا بيقولولي لازم نطلع فاصل ممكن نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع نستكمل حقيقتنا جميلة جدا ارجوك وتابعوا الحلقة يعني اوصيكم بعد الفاصل ترجعوا معانا وتفضلوا معانا لغاية الاخر عشان نتكلم في حاجات اهم بقى من اللي فاتت كتير تابعوا وبنرجع بنستكمل حلقتنا معاكو مع دكتور شريف ناصح وستاذ التحليل الطبية بكلية طب قصر العيني آه والخلايا الجزعية كنا بنتكلم قبل مهم جدا عشان احنا تكلمنا آه أثناء الفاصل آه فحاجة مهمة جدا بقول لحضرتك آه دكتور لو الكبد مثلا متلايف آه قلت لي خلي بالك يعني فين متلايف من ايه متلايف من فيروس سي او من اي فيروس ولا بسبب مثلا الالكوهول مثلا فقلتلك لا بلاش الفيروس هتخالص الالكوهول الخلايا الجزعية بتخش بتعمل ايه في ده يعني العادة اللي ببقى متلايف خالص بنشيل القديم وبنحط بنزرع كبد جديد طيب الخلايا الجزعية بتخش تعمل ايه بالزبط بقى في الحتة دي بصحاجة الكبد مكون من جزئين من خلايا كبدية وهيكل هذه الخلايا متواجدة فيه علشان تعمل ونتاج هتبان القنوات المرارية والمرارة وهو ايه الاخر فالخلايا الجزعية بتجدد الوظيفة تمام بتاعت الخلايا الجزعية بتاعت خلايا الكبد فبتجدد هذه الوظيفة لو كانت بايزة لكن لازم عشان تشتغل لازم يبقى الهيكل اللي هي شغالة فيه موجود وساعاتها حاج بتزراعي فعلا خلايا فيه ارض فلازم هذه الارض ما تبقاش جافة وما تبقاش بايزة ولا هذه الخلايا مش هتقدر تشتغل يعني زي ما حكوا صفتالي العمارة العمدان موجودة بس بتشيل توب وبتحط توب كويس الخلايا الجزعية هي توب الاحمر اللي في هذا الكائن ففي حالات كتيرة بيكون ظروف زراعها مش ملأمة وبالتالي لا تنجح تمام فعشان كده يعني احنا لازم نبقى واضحين جدا في الحاجات اللي فعلا مفيدة ويمكن استفادة منها وبقد ايه والحاجات اللي لسه نتاجها وحشة علشان محدش يعمل حاجة انا عارف نتاجها مسبقا انها مش نجحة يعني دي بيكون حاجات بتخضع ليه الاخلاقيات والامان لا لا يعني في دولين اخلاقيات العلاج بالخلايا الجزعية ولوه قوانين ولوه حاجته لكن لازم في جمعية الاحوال يكون في منطقة الشفافية والامانة مع اللي بيسأل السؤال ومش عاوز اقول مريض لانه ممكن مبقاش مريض صحيح فلازم يبقى الامانة العلمية بتحتم ان انا اوضح له حيستفيد ولا لا وازاي وامتى ولو كان حتى لو كان داخل في جزء في بحث كلينيكي وده مقبول بقواعده لما تطبق اني لازم بعرف ان هو داخل في بحث كلينيكي وبالتالي ما بيدفعش فلوس انا مسؤول عنه في اي اعراض جانبية بتزهر والاخره بي لازم افاهم الكلام ده انما ما ينفعش ان انا اقول له حاجة نسبة يعني بعرف نسبة نجاح الخمسة في المية وقوله قادي هايلا وانا قدر استعملها وممتازة وانت دايما هتطلع في الخمسة وتسعين الوحشين في الوحشين وهو ده المهم عشان عايزين نتكلم عن العقم وما هو شائع الآن ان العقم بيعالج بالخلايا الجزائية ويتش بيتيألي بس احنا معنا تليفون منها اهلا تليفون لحضرتك الو الو في حاجة في الو ممكن نفصل هتتكلم تاني بيشاع طبعا دلوقتي ان في العقم عند الرجال مش عند السيدات عند الرجال بيعالج عن طريق الخلايا الجزائية هذا الكلام سليم ام اه لا مع الاسف مش سليم فيها أبحاث بتتعامل برضو وانتاج الخلايا بتاعت تنتج الحيوانات المنوية اتعملت في المعمل لكن ما نسبة ملهاش بروتوكول معتمد لغاية دلوقتي ما زالت في تور بحثي بحت فلأن هي مش عشان حاجة لأن دي خلايا الخلايا دي من طبيعة أن هي بتتقسم بسرعة جدا بوظيفتها فالمشكلة أنه الانقسام السريع ده لم يتم التحكم فيه إلى الآن وبالتالي ممكن يحدث أورام من الانقسام السريع ده فإحنا لسه وقفين عند هذه المرحلة تكونترول التومير إفاكت بتاعتك وينها لكن هي كم مبدأ عملت هذه الخلايا لكن علشان تنجح لازم تبقى آمنة ما ينفعش أن أنا ده إذا نجحت فما ينفعش أن أعملها وأعالج حاجة وأجيبها مشكلة تانية لكن حاليا لا لسه ما فيش أي حاجة بخصوص العقم عند الرجال مهم جدا أنت عرفوا المعلومات دي طيب باللسبة طبعا هتكلم على السيدات طبعا العقم عند السيدات ما فيش ده مختلف شوية وأسبابه مختلفة شوية وأسبابه كثيرة جدا دائما بنرجع هل هو حاجة قابلة للتجديد زي ما بنتكلم على الكبد ولا لأه ما حادش عمل أبحاث لغاية دلوقتي على التجديد مثلا المبيض لسه ما حادش اشتغل فيهم أمو التأمين بحاجات أهم شوية نسب حدوثها بتبقى أعلى فعش جدا بيحاول يحطوا بريوريتي شوية يعني مثلا السنة القابلة اللي فاتت في المؤتمر بتاع المؤسسة الأمريكية اللي بنوك الدم كان بيكلموا على أنه القدم السكري الناس اللي بيجي لهم غرغرينة وبالتالي كان بيتعمل لهم باتر أنهم دلوقتي بيتدويس تعملوا الخلاج الزعية لتجديد الشرايين والأوعيات دموية بحيث أنهما جرقوا أنهما يقولوا أنه عهد البتر انتهت إنهم مش عوزين يشوفوا عيان بيجي لهم غرغرينة تؤدي إلى باتر ده من الحاجات الجديدة اللي كانت متقدمة طيب سريعا طبعا الحاجات اللي هي بتاعت البوتي الشيخوخة الستات طبعا وأنا من ضمنهم مجنونة أن أنا أعرف يمكن ما بعملش بخاف لكن ببعايز أعرف جدا هل فعلا الخلاج الجزعية لها دعوة بأنها تقلل تبعد الشيخوخة أو تأخرها لها دعوة بتجديد البشرة لها دعوة بالشعر اللي بيقع حضرتك كل الحاجات دي الخلاج الجزعية بتعمل فيها حاجة أو لسه؟ الخلاج الجزعية المستخرجة من الخلاج الدهنية ممكن تعمل فيها حاجة يعني إيه؟ الناس اللي بتعمل شفت اللي الدهون أيوة بيشتخرج منها خلاج الجزعية أيوة هذه الخلاج الجزعية تنفع في حاجات البشرة والحاجات دي بس ما تنفعش في زرع نوخي ما تنفعش في تجديد كبد حاجات بتاعت بوتين؟ بتاعت بالزبط بتاعت تجميل وفعلاً دي حقيقة وبتتخزن ولا بيعملوها منه وفيه على طول؟ لا عادتها ما بيلجأوش للتخزين ما بيلجأوش للتخزين بيستعملوها على طول يا ريتني ده أنا عملت مرة شفت دهون يا دكتور يا ريتني بس ما كانش حل الكلام ده من 87 كان لسه ما اخترعوهاش لسه ما كانوش لسه اخترعوها صح؟ طب كواسي بقى ما فيش ندم بقى ولا حاجة طيب دكتور عايزين نعرف دلوقتي هذا البنك نتكلم بقى بسيريس بقى البنك ده بنروح لما بنروح هما اللي بيعملو لنا العملية دي اللي هي لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة هما اللي بيسحبوا العين على مسؤوليتهم هما اللي بيخزنوها على مسؤوليتهم طبعاً بيبقى لها تكلفة يعني عايزين نعرف بنوصل للموضوع ده ازاي إن حاجتنا تبقى متخزنة ويبقى فيه كونتكت بيني وبين البنك ده إنه لما عاوزوا أنا والله عندي كذا فمحتاج الموضوع ده هو حاجة إحنا الأول لازم نعود مع اللي عاوز يتعاقد تمام لأنه دي بيسموها كونتلينج أو قاعد عشان الناس تفهم علشان إحنا ما نبيعش وهم أو واحد متخيل إن الخلاجة زي دي هتعمل بني أدم بحاله لو ابنه جراله حاجة مثلا تمام فبنبقى واضحين جدا زي ما قلت لحضرتك بالنسبة لتطبيقاتها واستعملاتها والمستقبل إيه اللي إحنا منتظرينه منها وأنسان هما قرروا هما اختنعوا بالفكرة أعزين يخزنوا بنبقى موجودين وقت الولادة زي ما حرك شفتي لسحب العينة وإحنا اللي بننقلها وإحنا اللي بنفصلها علشان نتمن إنها تنقلت مظبوط وتتخزن بعد كده إن دفنت لي زي ما قلت لحضرتك في الليكويد ناتوش وبنبقى بقى العلاقة بقى بالتليفون أنا عوزت بتاعنا عند الدكتور أنا مضطرة إن أنا عامل كذا تصرفوا بقى للقانتك علشان حقيقة تسترجعي هذه الخلاقية لو حقيقة محتاجة تستعمليها بالزبط لا ده له بروتوكول ولو شروط بين حقيقة وبين الدكتور وليزم ويتنازم ما بنسلمهمش للعين عالم هو ده اللي قصد يعني لا لا لازم يتسلموا المركز طبي وبإقرار وبتقرير حيستعملوا في إيه وليها سلسلة طويلة من الإجراءات علشان تتطميني إنها هي هتستعمل في إيه في المكان المظبوط في المكان المظبوط ومين اللي حيستعمله ما هياش حاجة ما قدرش يديهم للعين في إيده يمشي بيهم لا طبعا ما نبقى الحاجة بتبقى العلاقة بين الدكتور والدكتور بين المركز الطبي بالدكتور بتاعه وبينها مش متسلمهم في عيادة يعني ونمشي آه لا طبعا دكتور في ناس بتبقى بتعمل هنا سحب الخلايا الجزاية وبتروح بتخزنها برا مدى صحة هذا العمل أو التصرف هقول لحضرتك هو قانونا ممنوع مبدأ إيه لكن الفكرة كمان الأهم من أنه هو قانونا ممنوع زي ما شرحت لحضرتك أنه الخلايا الجزاية لازم تتفصل في خلال 48 ساعة بحد أخصى تمام لأننا النهاردة هنا في مصر لأن إحنا أبعد حتى في مصر لن تبعد أكتر من 24 ساعة فبنفس الخلايا الجزاية بادري جدا وبالتالي عدد الخلايا الجزاية الحية اللي بنحصل عليها عالي جدا نتكلم على 96-97% تمام بعد 48 ساعة بتبتطي لخلايا دي عدد عيقل فإذا أنا بصفر عينها بر بتاخد لها 3 تيام 4 تيام 5 تيام لو إحنا هنفصل هنا 95% هيفصله هناك 65 مش عشان حاجة مش لأننا وحشين وإحنا كويسين خالص لأن الوقت عامل مهم جدا وبعد المسافة وعدد الساعة على الوقت تمام فكل ما بنتأخر بعد 48 ساعة عدد الخلايا الجزاية الحية بيبتدي يقل تمام دكتر لو أنا بره وحبيت أخزن بره وعزت هنا في مصر مش بقى أنا لسه هافصل لا يعني أنا بره وخلص وعملت في بنك بره وجيت هنا مصر ولقدر الله حصل أي حاجة وعزت ده سهل لازم يتجاب موافقة من وزارة الصحة كمان طبعا ولكن عادة لكل الأسباب العلاجية ما تخيلش خلص أن يبقى فيه مشكلة لأنه ده جاي الشخص معين لنفسه لعلاج حتى معينة معروفة لطبيب معين فمفروض يبقى فيه مشكلة بدون ما نخشف هو فاضل ثلاث دقيقة بالزبط على الحلقة وبدون ما نخشف أرقام لكن تكلفة تخزين الخلايا الجزائية تكلفة غالية جدا ما قدرش عليها كل الناس مع الأسف هي مش رخيصة لكن إحنا يعني زي ما قلت لحضرتك أن إحنا بنعمل دلوقتي أغلب الناس بتخزن بدل ما بتخزن أول سنة وكل سنة تدفع تجديد دلوقتي بيتعامل باكتش للعشرين سنة على بعض بيكون أوفر كتير لي وفي نفس الوقت إحنا بنحاول لأن إحنا عارفين أنه الناس اللي ممكن تستفيد من الخدمة دي هم الشباب وبالتالي من قدرش نحمل عليهم كتير فبنحاول نعمل باقات تقدر تساعدهم شوية أن هم يقدروا يعملوا دا من غير ما يبقى تحت ضغط مالي جامد مالي كبير هذا بالإضافة إلى أن إحنا في البنك متبرعين بعشرة في المية من الساعة التخزينية عندنا للمرضى الغير قادرين زي ما شرحت لحضرتك الحالات اللي اتعاملت فمش دول كانوا بالمجان إحنا متحملينهم تماما إحنا عارفين أنها حاجة مش كبيرة إحنا بنتكلم على تلتو مية وستين حالة أننا نقدر نخزينهم إنما هي مساهمة بسيطة لخدمة المجتمع لكن لو في بنك قومي مجاني دا يبقى حلمي هو دا اللي احنا بنتكلم فيه أو عايزين نتكلم فيه ودي مش هتبقى يعني مش هتبقى آخر حلقة للخلاج الزعية لأننا عايز أعمل حلقة تانية مع حضرتك قريب جدا وبرضو نتكلم بشكل أوسع الخلاج الزعية إحنا طبعا يعني إلى حد ما قفلنا كل البوينتس اللي ممكن تبقى مجال الجدل فيها قفلنا لكل الناس بقدر إمكانها لكن لازم قعدة تانية للخلاج الزعية أكتر نتكلم في البوينتس أكتر بس كل اللي احنا مهم جدا إن احنا نعرفه إن الدكتور شريف بيكلم على إن هو لازم يكون حاجة قومية يعني كل الناس تخزن الحكومة هي اللي تخزن لنا الخلاج الزعية فيما بعد مش عشان حاجة علشان اللي احنا بنفكر فيه إنه ده هيقلل كتير جدا من التكلفة أو العلاج على نفقة الدولة هتلاقي الموضوع هو بيعالجك الموضوع بقى لما تيجي تشد سطر هنا وتشد سطر هنا هتلاقي التكلفة هنا أقل كتير جدا من أنت تمسك مريض من طول حياته أنت بتعالجه وبتنفق عليه بأدوية وبعمليات وهو إلى خيره دي هتبقى حاجات أبسط بكتير وإن شاء الله الدولة تقوم بهذا المشروع الكبير بإذن الله دكتور شريف أنا بشكر حضرتك جدا جدا على وجود حاجة معنا الحلقة خلصت بسرعة أنا آسف بس توعدنا بحلقة تانية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وأنا اللي بشكر حضرتك بنشكرك جدا يا دكتور شريف بنسي جدا جدا والحلقة النهاردة كانت مهمة جدا ردت على أسئلة كتير جدا مهم جدا أنتوا بعد ما نخلص الحلقة دي تدوروا على خلال الجزعية تعرفوا هي بتعمل إيه وما بتعملش إيه مهم جدا ده فكر جديد مجال جديد في الطب هيعالج ناس كتير من حاجات مش كتير قوي لغاية دلوقتي لكن فيما بعد هتبقى كتير إن شاء الله لما العلم يتقدم وتقدر خلال الجزعية تعالج أمراض كتيرة وبكرة هيخزنوا حاجات تانية الحلم بيتقدم يا جماعة وممكن نعيش لغاية 150 سنة ممكن بشكركم جدا جدا على متابعتكم وأتمنى الحلقة تكون فادتكم وإن شاء الله هيبقى في حلقة تانية عن خلال الجزعية قريب جدا بشكركم وتابعونا قد نفس المعاد ولايف الكريميك باي باي